اشتركوا في القناة والخاص بانتاج محميات اصحاب السمو الشيوخ والسعادة ينطلق هذا الشيوط وننطلق في هذه اللحظات مع المقدمة وفراع المركز الاول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشدان مكتوم طارج بن مبارك بن القوبع الحميري من يتقدم ببطي مضمر الشرق الاوسط في هذه اللحظات مقدمة نفراح على المركز الاول الصعب على المركز الثاني لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل انهيان وسعيد بن مبروك الوهيبي في المتابعة الشاهينية القادمة من هجن الرئاسة في هذه اللحظات راشد بن محمد بالسم المنصوري في المتابعة المركز الرابع بن صغان القادمة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وعاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان برشيد السويدي في المتابعة بومانع والشاهينية قادمة من هجن العاصفة غياذ الهلالي في المتابعة سادس المراكز والتي تسللت في هذه اللحظات الهاجوس هجن انتاجي ومزبار وعملية التضمير مع ناصر بن حمد بن مصفر الشهواني الهاجري النقلة للمركز السابع المركز السابع هذه اللي وصلت الشاهينية من هجن ساحة السلم حمد بن علي لعويسي الشاعر في المتابعة والشاهينية من هجن رياسة مع المجاز محمد بن عتيم من زيتول مهيري تاسع عن الوصول من الشاهينية الهجن الرياسة صالح بن سعيد بن العري المري في المتابعة وكذلك قادم الحميري الحميري يقدم في هذه اللحظات سعيد بن عبير بن خليفة الحميري يقدم فوضة القادمة اللي يسموه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم هكذا هي النتيجة للعشر المراكز المتقدمة والحاضرة مشاهدين متابعين الكرام عودة إلى الصدار وأشواط الانتاج أشواط الانتاج الخاص بمحميات أصحاب السمو الشيوخ عود إلى المركز الأول عود إلى الشاهينية اللي غيرت من هجن رياسة تقدمت راشد بن محمد بن شم المنصوري يتقدم هنا المستحيل ينطلق مع الشاهينية على المركز الأول بوذياب المركز الثاني القادمة على المركز الثاني الصعبة القادمة ليسموه شيخ سيب بن خليفة بن سيفال انهيان سعيد بن مبروك لوهيبي في المتابعة والشاهينية القادمة واثنين كيلو متر غادرناها في هذه اللحظات الشاهينية من هجن رياسة قادمة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري والقادمة الشاهينية من هجن رياسة صالح بن سعيد بن عري في المتابعة النقلة للمركز الخامس هذه اللي وصلت فوضى القادمة فوضى ليسموه شيخ مكتوم بن حمداب الرائد المكتوم مع سعيد بن عبيل بن خليفة الحميري في المتابعة تابع راقب خزامة خزامة القادمة خزامة هجن انتاديم مزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري المتابعة في هذه اللحظات خزامة خزامة القادمة خزامة القادمة المتسللة من مركزه الى مركز عينها على الصدارة والشاهينية كذلك القادمة من هجن رياسة مع المجاز محمد بعتيج بن زيتون هالم هيري والهاجوس القادمة في هذه اللحظات الهاجوس لهجن انتاج مزبار ناصر بن حمد بن مسبر الشهواني الهاجري والشاهينية من هجن العاصمة قادمة على المركز التاسع في هذه اللحظات غياث الهلالي في المتابعة عاشر هملوله لي اسمه شيخ حمدان بن محمد براشده المكتوم مع بيد بن محمد بالطبيعة الف بي ماشاء الله الكيلومتر الاخير هملوله لي اسمه شيخ مكتوم بالحمدان برأيده المكتوم مع سالم بن نايع للولي قادمة كذلك منضمة مع هذه الاسماء ولكن نعود الى الصدارة خزامة خزامة على المركز الاول خزامة وهجن انتاج هجن انتاج مزبار يا سلام يا سلام يا سلام جابر بن علي الجابر النجم المري نجم نجم ويتقدم على المركز الاول يقدم خزامة على الصدارة المقدمة لكن المجازف النجم قادم المجازف وانتاج مركز الابحاث في مدينة العين هناك ثابت لكن هنا يتلاعب بالاعصاب المجازف محمد بن عتيد من زيتون المهيني واند الشبا قادم بانتاج لكن مركز الابحاث ثابت ثابت في مدينة العين لكن في المرموم في المرموم في الانتاج يوم اللقاية يا المجازف تلاعبت بالاعصاب تلاعبت بالاعصاب سلامي عليك يا أبو سعيد وسلامي على مركز الابحاث بمدينة العين والقايمين لهم بعد كذلك نهنيهم على هذا الانتاج المتميز لهجن رياسة المركز الثاني خزامة لهجن انتاج مزبار العاصمة على المركز الثالث مع الشاهينيهم على المركز الرابع الخامسة هذه الهاجوس هجن انتاج مزبار مع الشهواني هكذا هي النتيجة انتاج مركز الابحاث بمدينة العين يسيطر على شواط الابكار الانتاج والمجازف هو المسيطر بو سعيد سبع دقائق ثلاثة وعشرين تسع اجزاء من الثانية تسلم يمينك يا بو سعيد من قدمت الشاهينية باداء متميز وانتاج مركز الابحاث بمدينة العين يحتفل بهذا الفوز والانتصار بالانتاج سبع دقائق ثلاثة وعشرين تسع اجزاء من الثانية هذي اللي وصلتنا خزامة خزامة هجن انتاج مزبار كذلك على المركز الثاني شكرا جابر بن علي النجم المري وهجن العاصفة وانتاج نجد الشبه كذلك سبع دقائق ثلاثة وعشرين ست اجزاء من الثانية شكرا العاصفة شكرا الغياث الهلالي تهانينا والنموس للجميع مشاهدينا الكرام متابعينا الافاظل يجد لكم التحية مع انطراقتي وتحدياتي